السلام عليكم. احنا عايزين نتكلم في الكيس دي. فاول ما تجي لك كيس تجميل لازم تاخد لها صور كويس جدا. وبعد كده تاخد نفس الكلام آآ فيديو. استحسن يكون نشوف بتاع البيشنت الليبس. آآ والجم ريشيو مظبوطة ولا لأ. في الحالة دي كنا عندنا آآ فدي بتاعة البيشنت فمش فرق كتير معنا لو احنا هنعدل او نعمل ليشانجي بقى وكده. طيب بعد كده هنخش على بتشوف فيه تفاصيل اكتر آآ منها اللي مركب اللي عنده آآ عنده مشاكل كلام ده كله يتعالج قبل طبعا ما نبدأ آآ التجميل بتاعنا. بعد كده بناخد مقس بنؤدي للمعمل نعمل آآ موكب آآ وفي الحالة دي احنا عملنا يعني انا قلت للمعمل انا عايز ابرد آآ يعني انا عايز تديني دليل للسمايل اللي احنا عايزينه. فهو ده بنحط على الموكب بتاعنا. بعد كده انا هنا كنت حطت تعلمة سودا. دي بتعلم لنا مكان السنتر. آآ ودي وانف ده مستيكس اللي بتحصل اصلا مع آآ الموكب بتاعنا. طيب بعد كده بيبقى عندنا آآ آآ دي اسمها آآ بيبقى عبارة عن نص ميلي آآ آآ ديبث بنكت ثرو الموكب بتاعتنا او بنبتدي نتحرك في على حسب انت عايز تبتدي على ال انا هنا مسلا شغل في القناعين على آآ آآ الميدل والانسايزر ثيرد. بعد كده دخلت تاني على الغينجفل ثيرد. لو خلي بالك انا في مائلين بيحصل مائلين عشان عندنا الاسنان هي عبارة عن آآ آآ فلازم تحترم البلاينز بتاعت الاسنان وانت بتبرد. ما يفعش تبقى ماشي مسلا بالجينجفل بلاين نفس الدبث مع الانسايزر. هيبقى في مشكلة في الاندر كت. طيب بعد كده هيبقى عندنا آآ الكاتس بتاعتك اللي موجودة بنعلم في بتاعتها بعد ما ما وصلت للبيز اللي انت عايزه بنعلم و عندنا طبعا بنقطع واحد ونص ميلي لاتنين ميلي. يعني هنا قطعت اقل من كده. احنا بنعرف منين? احنا تقريبا ما نشتغل بتاعت بتاعت بتاعتنا بتبقى وان ميلي. فانت لما تنزل نصها بتبقى نازل نص ميلي وهكزا. فانا هنا عملت آآ يعني نزلتها كلها تقريبا فتقريبا وان ميلي. ذا قد ان احنا كنا هنطول اصلا في في بتاعنا. فكده كده كنا هنزود كمان ميلي كمان. فعشان كده نزلت مش كل المسافة. في المرحلة دي شلنا الموكب لازم تشيرو. عشان تعرف بالضبط انت هتوقف لحد فين. آآ مكان العلامات بتاعت الالاموروص هنمشي آآ ليبيا اللي دلوقتي ونبتدي نشيلها. بالضبط. وفي الحتة دي مهم جدا نعمل آآ يعني هنسميه سوبرا جينجفل او ايكو جينجفل على المرحلة اللي احنا فيها دي عشان بعد كده لما نعمل ننزل النص ميلي ده كمان يبقى سلايتلي سوب جينجفل او ايكو جينجفل. طبعا كان هنا عندنا كيرز جلنا معنا. جبنا نيدل ستون. كده كده انا مش خايف على الان انا عامل انجوري للتانية للاترال عشان الاترال ده كان كراون اصلا. وده الفاينل بتاعي.